رازي تطور مراسل الغد في حيفا إذن رازي نحن أمام حدثين كبيرين داخل إسرائيل في الساعات الماضية في الأربعاء أكثر من 220 ساروخا من جنوب لبنان على مدار اليوم الأربعاء مرة أخرى والكمين الذي تعرضت له قوات الجيش الإسرائيلي وأدى إلى مقتل ثمانية وإصابة وجرح أكثر من ثلاثين نعم محمد إسرائيل تستعد لما هو أصعب عموما قبل كليل الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ هجوم دقيق في ضاحية بيروت عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن هجوم دقيق يقصد عملية اغتيال لا علم لنا حتى اللحظة عن تفاصيل إضافية ولكن قبل كليل رشح معلومات عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته أكثر في جنوب لبنان اليوم كان قد ضم فرق 36 بالإضافة إلى فرق 98 للعمليات البرية في جنوب لبنان وبالتالي يتحدث عن توسيع نطاقها وركعتها لتشمل أيضا نقاط تماس أخرى للوصول إلى معاكل يصعب على الطيران الحربي وأيضا العمليات التسلل السرية الوصول إلى هذه المعاكل هو يشعر أنه بحاجة لتوسيع هذه العملية وقد تطول لأسابيع وبالتالي توقع في إسرائيل أن يكون هناك المزيد من الخسائر على غيرار الكمائن التي كانت اليوم وما أوقعته وبالتالي سيكون هناك بطبيعة الحال مزيد من الجنود الكتلى عموما أيضا المشاورات الأمنية في إسرائيل لا تتوقف بخصوص الرد على الهجوم الإيراني وبالتالي كان حديث أن الجيش الإسرائيلي فعلا يستعد بعد موافقة المستوى السياسي ومصادقته على رد على هذا الهجوم وبالتالي يقولون أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هذا الهجوم وهذا الرد في قريبا ولكن السبب الذي جعل إسرائيل تتأخر هو أنها تريد أن تنسك هذا الهجوم مع الولايات المتحدة القناة الثانية عشر كانت قد تحدثت أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع أي الدفاع عند أو في لحظة الرد المضاد من كبل إيران وليس في الهجوم السؤال ماذا أيضا ستستهدف إسرائيل الحديث في إسرائيل عن منشآت اقتصادية ربما يستبعد في هذه المرحلة منشآت نووية الحديث أن الجانب الزمني خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لا يسمح بذلك ولكن أيضا في إسرائيل يريدون أن يستغلوا هذا الهجوم الذي وقع بالأمس من كبل إيران وتوظيف لصالح تجنيد جبهة دولية لفرض مزيد من العقوبات الإيرانية الآن كانت أيضا كما يتم الحديث في إسرائيل معضلة أمام نتنياهو من جهة نتنياهو يريد أن يستغل هذا الهجوم لتوجيه ضربة لمنشآت استراتيجية وحساسة في إيران وبالتالي يملك الذريعة والشرعية وبالمقابل أيضا العامل الثاني والمعضلة الأساسية أو الحسابات الثانية المقابلة هو أن نتنياهو يخشى أن تجر هذه الضربة حال كانت لمنشآت استراتيجية على سبيل المثال النووية أن تجر لحرب شاملة خصوصا أن الجيش الإسرائيلي مازال غارقا في قطاع غزة أيضا في لبنان ويريد أن يوسع عملياته وأيضا هناك كماء وأيضا كذلك في الضفة الغربية وأيضا خشية مع قدوم أو حلول العياد اليهودية أن تتصعد الأوضاع أيضا في كامل أو داخل إسرائيل كما حصل في عملية يافا بالأمس وبالتالي لا يسمح هذا التوقيت للجيش الإسرائيلي أن يتجه إلى مواجهة شاملة مقابل إيران وبالتالي إسرائيل قد تضطر إلى ابتلاع هذا الهجوم الذي وقع بالأمس وأن توجه ضربات لمنشآت اقتصادية مع رسائل أنها قادرة على الوصول لمنشآت نووية ولكن الحديث أن هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي لهجوم بالتالي على إيران هذه هي التفاصيل محمد رازي تاتور مراسل الغد متحدثا إلينا من حيث موسيقى شكرا